جهود حثيثة للارتقاء بمستوى الخدمات في المديريات التي عانت كثيرا طيلة الفترة الماضية لا سيما في الجانب الامني هنا بمديرية المسيلة التابعة لمحافظة المهرة يجري العمل بشكل متسارع لتطوير مركز الدمخ الامني بتمويل من شركة النفط اضافة الى تفعيل دور الشرطة النسائية بما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار بالمديرية حضرنا معهم اليوم عدة فعاليات مع الاخوة في السلطة المحلية وكان لنا كلمة ايضا اخذنا تلمسنا همومهم وبطالبهم وكثير من الامور لا شك ان الامور كثير بحاجة الكثير من الامكانيات وكثير من المشاريع في البنية التحتية وايضا حاولنا قدر الامكان ان نوفر لهم بعض الاشياء يحاول المواطنون هنا إيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية من خلال هذا الاجتماع الموسع الذي عقدته قيادة السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية الاجتماع الذي صلت الضو على أبرز الاحتياجات التي تفتقر إليها مديرية المسيلة شدد أيضا على ضرورة التكاتف في تثبيت دعائم الأمن وإلى جانب ذلك لا يزال الكثير من المواطنين بهذه المديرية يعانون من آثار إعصار لبان الأمر الذي دفع السلطة المحلية وفاعلية الخير للعمل على تمويل مشروع حملة منزل للمتضررين والتي استهدفت سبعين منزلا للتخفيف من معاناة الأسر الأكثر تضررا من الإعصار ورغم هذا لا يزال المواطنون بحاجة إلى تدخل الحكومة والمنظمات الإغاثية وتقديم المساعدات اللازمة لتخفيف معاناتهم أحمد الحرازي لقناة سويل محافظة المهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر